فيزا ليتوانيا هل هي صح أسهل فيزا لدولة أوروبية حالياً بالنسبة للجزائريين؟ وين جاية هذه ليتوانيا أصلاً؟ وش هما شروط هذا الفيزا؟ وكيفاش تقدر تقدم عليها؟ كل هذا المعلومات وأكثر غادي تلقاوها في هذا الفيديو ماذا بيتتابعوا حتى للأخير باش تلحق المعلومة؟ قبل ما نبدأوا يعطونا لايك لهذا الفيديو واشتركوا معنا في القناة إذا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي باش يوصلكم كل ما هو جديد حول الصفر والهجرة في الآوينة الأخيرة كثرة الأقاويل والإشاعات على فيزا ليتوانيا صدق من صدق وكذب من كذب ليتوانيا هي دولة في منطقة البلطيق من شمال أوروبا وعضو في الاتحاد الأوروبي ودخل في منطقة شنغن يعني كي تتحصل على فيزا ليتوانيا تقدر تدخل جميع دول منطقة شنغن الأخرى كما إسبانيا ولا فرنسا، إيطاليا، ألمانيا إلى آخر شروط التقديم على فيزا ليتوانيا هما نفسهم شروط التقديم على فيزا إسبانيا ولا فرنسا ولا أي بلد آخر في منطقة شنغن كما قلنا، تابعا لطا شنغن نفس الشروط ونفس المتطلبات باش تقدر تقدم على فيزا ليتوانيا لازم تكون عندك وضعية لازم تكون خدام وعندك أسيرانس على سبيل المثال نقوله تكون خدام موظف بريفي ولا دولة ولا تكون تاجر ولا حرفي ولا مقاول ولا فلاح ولا تكون عندك شهرية تكون متقاعد المهم يكون عندك وضعية يكون عندك دخل شهري كإتباهات في اللي عندك أموال كافية تغطي قطرة سفارك في ليتوانيا كبطال ما تقدرش يعني ما يجيش من بعد واحد يقول لي عندي منحة البطالة وبا ينقدم على ليتوانيا في حالة ما ما زالك تقرأ في الجامعة ولا في المعهد ولا في الثانوية تم يقدر واحد من العائلة الصغيرة ونقوله من المستحسن العائلة الصغيرة اللي هم الأب أم أخ أو أخت واحد فيهم يكون خدام واللي يكون شهر يدلك كفالة تقدم على فيزا ليتوانيا ولا تقدموا ليتو مع بعض نروحوا للمفيد هل كينا منها الحكاية تاع 90% 98% يمدوا فيزا ليتوانيا ولا لا هاد الحكاية لا أساس لها من الصحة انت كمشاهد ولا مشاهدة بالك غادي تخالفني في الرأي بالك ركب حتى في محرك البحث جوجل على فيزا ليتوانيا وطلعت لك باللي فيزا سهلة على كل حال غادي يطلع لك بزاف مقالات اللي يأكدوا ويقولوا باللي فيزا ليتوانيا من أسهل البلدان بالنسبة الجزائريين من ناحية الفيزا ماشي أي حاجة تشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في المقالات تأمنوها فيزا ليتوانيا هي صح مليحة في الصيب وما كانش مشاكل في المواعيد إذا صرت لك مشكلة ولا بغيت تستفسر على حالة الطالبة تاعك رح تلقى القنصولية ألمانيا المتواجدة في الجزائر العاصمة تعطيك الحل بسكو قنصولية ألمانيا هي اللي متكلفة بفيزا ليتوانيا بالنسبة للجزائريين دوركا ماذا بك تتمعني غاية إدارك باغي تقدم على فيزا ليتوانيا من المستحسن يكون عندك فيزا شنغن من قبل ولا فيزا بريطانيا ولا كندا ولا أمريكا ولا أستراليا هنا رغض يكون عندك حضوض مليحة باش تحصل على فيزا ليتوانيا إذا ما كانتش عندك حتى فيزا من قبل من هذا الفيزات من المستحسن يكون عندك خارجات في الباسبور يعني تكون خارج من البلاد من قبل أما بالنسبة للناس اللي تقدم على فيزا ليتوانيا أول طالب وما عندهاش خارجات في الجواز صعبة صعبة بزاف باش تكون فيزا وبس صورت هذا الفيديو أراني مسؤول على كلامي أراني مسؤول على أي كلمة خرج ما فهمي أرهم تواصلوا معي بزاف ناس تحصلوا على رفض في فيزا ليتوانيا وهنا راني نقصد الفئة اللي ما خارجاش من قبل ودارك ليتوانيا أول طالب ما ركش خارج من قبل وبغي تقدم على فيزا شنغن فيزا دولة أوروبية ويكون عندك حضوض مليحة باش يعطوك قدم على فيزا إسبانيا إسبانيا هي الرقم واحد في الجزائر ومشي غير مليوم من بكري أعوام أعوام إسبانيا الرقم واحد ملقيتش الرونديفو أصبر إذا شفت روحك بلّي عندك ملف قاوي ولا عندك شهرية لبس بها قدم على فيزا فرنسا إذا مكتش عندك شهرية اللي كبيرة بزاف ولا الدوسي اللي قاوي بزاف بزاف قدم على فيزا إيطاليا إيطاليا أول طالب أفضل من ليتوانيا ومواعد فيزا إيطاليا رهم توفرين تقدر تشدها وحدك أنت بلا ما تحتاجني أنا ولا وكالة سياحية بالهاتفتاعك تشد مواعد إيطاليا وتشدها بالخف تعلم تدفع للبنين أخويا لو كاجدت فيزا إسبانيا ماشي مليحة وفيها الرفق بزاف لو كل المواعد اللي ينضيبوه إسبانيا رهم يتقايسو ونفس الشي طبقه على ليتوانيا إن شاء الله تكون لحقة المعلومة نتلقى في فيديو جديد ونهار جديد سلام عليك